مصدر مقرب من الملف أن المفاوضات حول هذا المشروع بلغت مرحلة متقدمة ومن المتوقع إبرام عقد المساهمة في غضون أيام قليلة العملاق الألماني BMW على أبواب ولوج السوق الجسائرية من خلال مصنع لتركيب سياراته بأرض الوطن بعد أن دخل المشروع مرحلة متقدمة من المفاوضات مشروع علامة السيارات الفاخرة يأتي في إطار شراكة بين مجموعة مهري التي تحوز على 51% مقابل 49% لشركة أبو دبي متهر زاميل السيارات الميكانيك أوتو قررنا ورنا ندخلين فيها نبقى نمشي نقلص ونجيب من الخارج ونقوي الانتاج المحلي تدريجيا تعليمته وزارة الصناعة والمناجم التي أوجبت على وكلاء السيارات ضرورة التحول من الاستيراد إلى التصنيع قد أعطت دفعا جديدا للمشاريع الميكانيكية فبعد أقل من سنة أفخم العلمات الألمانية تدخل السوق الجسائرية بمنشآت صناعية دخمة لتلتحق BMW بمواطنيها Volkswagen و Mercedes Benz لتؤكد على صناعة ميكانيكية بالنوعية قبل الكمية 30 سنة ونحن نتبع في شركة ونقولها طليانية بعد جيد دير عنا مصنع ما وصلناش اليوم الحمد لله المصنع عم ديرين لشان عندنا إن اللي يهمني الجزائر تحط رجلها في صناعة السيارات هي بشرة خير لمحبي العلامة الألمانية BMW التي ستصبح قريبا في متناول المواطن دون المرور على حاويات الاستراد وإن غابت التفاصيل عن المشروع المؤكد أن التوقيع بالأحرف الأولى سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة لتكون الحكومة بذلك قد قطعت في ثلاث سنوات شوطا هاما في مجال صناعة السيارات لم تحققه في عقود ترجمة نانسي قنقر